السلام عليكم اليوم سوف نقدم لكم طبق البروكلو بطريقة رائعة بصوص يكون احمر شوية ويجيكم بنين ما نحطوا فيه لدجاج للحم نتمنى انكم نجربوه وشوفوا معي المقادير اللي تدخل في هذه الوصفة هناك كما نقولوا الكمية اللي نحب بتاع البروكلو نقطعوه كما هكتاب بالطريقة هذي نقطع قطاع صغيرة نحيول هذا الجدر كي تكون خشينا نسحقه غير لي من فوق هذي يعني طريقة طهي البروكلو طريقة قادمة كما قلنا هكذا نقصوه بطريقة هذي نحط له ثلاثة ورقة رند نملحوه شوية ونحط له الماء ونخلي وهي يغلي حتى نطيب هنا عندنا بصلة يعني كبيرة مرحية مربية مليح هنا عندنا حبة بطاطم توسطة عندنا جز حبة زرودية مغرفة صغيرة طماطم وصبرة كوركم فلفل احمر حار وفلفل اسود والملح وعندنا خمسة حبة تعمل وعندنا حمص طيب وعندنا صوس طماطم وفلفل قرن فلفل حار يعني طريقة كما قلت لكم تعزمان هنا نحط البصلة بعد ما نسخلنا الزيت تقلع نقلي البصلة مليح هي اللي بيجيكم لصوص مليحة يجب تقليوها مليح ونبعد نربيو التوم نقلي البصلة ونقليوه معها مع البصلة هديكة يعني نربيوه نقليوه مع البصلة نحط الحمص هدي طايبة هنا مغرفة صغيرة تعتمط المصبرة ونقلي نقليها مليح مع المقادير نحط البطاطا ونحط الجزر ونقليهم مليح مليح نزيد لهم التوابل الملح الفلفل اسود الفلفل احمر حار والكركم كيف كيف ونقليهم مليح ونحطوا الصلصة الطماطم زوز حبتها كاكا طماطم مربيين ولا ثلاثة يكونوا مليح ونقليهم مليح كي يتقلى ونمرقهم يخليهم يطيبوا يعني تصوص هدي رح نطفها البروكلي ونقليها الطيب هنا لبروكلي وش عندنا عندنا زوز حب الطماطم عندنا فارينا فلفل احمر حار فلفل اسود عندنا معدنوس هنا نحطوه نبدو بالزوز بيضات اذا عندك كمية قليلة تكفيك زوز بيضات اذا ما عندك شرح تزيدي نفس الخطوات يعني اذا كانت كمية البروكلي اللي عندك تقليها رح يمتكفيك شغير زوز بيضات هدي با هنكونوا متفاهمين وعندنا كذلك الملح هنا رح نملحوا البيض نتعنا ونحطوه له شوية عفلفل اسود بهيجينة بنين ونحطوه له شوية عفلفل احمر حار ونحركو ونزيدو المعدنوس ونزيدو الفارينة بشوية حتى نتكونننا واحد هكا العجينة سائلة خلاه بتلسقناه في البروكلي احنا نزيدو بشوية ونشوفوه اه Yup احنا نزيدو بشوية احنا كيفية احنا ان نصبحت هكا احنا من المزل كيفية؟ احنا سراق فائدة احنا بشوية ايضا احنا هذا الخالط الزيت يسخن نضيف مقليه ونضيف المقليه ونضيف مقليه ونضيف خلط اذا كفاكم تكفيكم نضيفون نفس الطريقة يعني تكاملوا ياسر نضيف مقليه نضيف سخن ونضيف حلقة اضيف البروكلي وحتى تجدوه طيب بزاف ومتحللكم لا تخافوش خاطر ماكش في البيض هاداك راح يحكمل لكم كي تحطوه تغمسوه في البيض بتهزوه وتحطوه في المقلة راح يعني تتمسك لكم الحبن تاعكم شوفوا كيما هكذا ونحطوه نقليه ايه هنا طيبة بزاف اه قادر انتم ما ما تخليوه شي طيب يصير بصح حتى يطيب يعني نورمال راح اه كيما تنقوله تغطصوه كيما اقولها في الخاليط راح يساعدكم شوفو هنا بسيفلة هزلي بصح كي نحطوه في المقلة يتماسك على الكيف اه نحن شوفو اه كيفاه الخاليط داعنا كيفاه يتمسك لنا كيما قلت لكم ما تخافوش عليه حتى لو كان كانت حبة تاعكم فرتشين هكذا راح يتمسكو لكم اه نقلبهم اه هي وصفة قديمة كيما قلناها طريقة البروكلي يعني خرجوا وصفات كتيرة طريقة البروكلي بس حتى تبقى هذه الوصفة يعني الاقديمة تعمل اه هنا شوفو كيفاه كي لازم تحمروهم شوية متخليهم مشو بيض نحمروهم شوية باي يجيونا طعمة بنينا يعني حاجة كتوعد محمرة كيما خير من تتوعد حاجة بيضة او هنا كيما يعني وجدنا لاصوس تعنا كيما نقولنو طاب وقلينا كمنا نحط القرن تع الفلفل حار تعنا ونبدأ نحط في البروكلي تعنا اللي قليناه في العمارة هادي تعنا ولا المقلة كيما تحبوه ونستفهم وخليهم حتى يتشربوا شوية لاصوس لاصوس كيما قلناه من كاترول وش الملح خطر ماهرح ينشفنا مش نانسحقوا لاصوس ياسر جس فقط ما يجينا يعني ما يجينا الشايح يجينا بلاصوس ايه هنا كيما قلنا بداية تشرب هاداك تقلبوا الحبة تعكم اهو هنا يغلي ونخلي وهي يغلي يعني ما تخافوش مش راح يتحلوا ولا يسرالوا بالعكش يجيكم بنين اهنا بعد ما كيما قلنا راح نطفي علي قبل ما نطفي علي هو يغلي نحطوا شوية مع دنوس مع دنوس ملي حيت ما شم مع البروكليب بزير في نحيلوا ذيك الرائحة ويعطي لونكها خاصة كيما قلنا بعد ما يطيبنا نطفي علي ونخليوه بعد ما نطفي علي هو يدفى راح يشرب لك هكذا ذيك لاصوس ويختار ويجيك بنين ويجيك رائع المداق يعني ولاصوس تكون روعة اهنا راح نقدمه في السحن التقديم قلت لكم جربوه مليح يعني وصفة تقليدية تعبكري هادي هكي ما هكذا كانوا يعملوا البروكلي وكان يتكل وكان يجيبنين ورائع جدا كيما نقولوا بلا لحم بلا جيش يعني الطبيعي ونزينوه بالكرن تع الفلفل حار طبعا نزيدوه شوية مع دنوس ونزينوه بالكرن تع الفلفل حار وهاهو الطبق تع نوجد نتمنى يعجبكم وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله اشتركوا في القناة